بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة نعرض لكم من خلالها موضوعا جديدا من موضوعات قواعد النحو والصرف المقررة في منهاج الصف الثاني عشر سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن التوكيد لنبين لك معناه وفائدته ونوعيه كل ذلك سيكون بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة من جديد كنا قد بينا لكم قبل الفاصل بأننا سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن موضوع التوكيد والتوكيد هو تابع لما قبله يأتي دافعا للشك ومؤكدا لصحة الخبر في قول صاحبه والتوكيد نوعان الأول منه ما يسمى بالتوكيد اللفظي وفيه يكون تكرار اللفظ سواء أكان هذا اللفظ حرفا أو اسما أو فعلا أو جملة اسمية كانت أو فعلية أما النوع الآخر من هذا التوكيد فيسمى التوكيد المعنوي ويكون بألفاظ محددة تأتي لتأكيد الكلام هذه الألفاظ المحددة هي نفس وعين وكلا وكلتا وجميع وكل كل ذلك سيتم تفصيله إليك عزيزي الطالب في هذه الأمثلة فكن معي أولا اقرأ ما يليه ثم سجل المتكرر ونوعه في كل مثال فيما يأتي لا لا نعبد إلا الله المتكرر هنا هو الحرف لا ونوعه حرف في المثال الثاني أنا أنا أخلص في العبادة المتكرر أنا نوعه أحسنت عزيزي الطالب هو ضمير أما المثال الثالث صبرا صبرا على الطاعة ففيها جنتك المتكرر هنا صبرا نوعه اسم اجتهد اجتهد المعتكف في التلاوة والذكر المتكرر هنا الفعل اجتهد نوعه فعل أما الجملة الخامسة يسر الله العسير ويسر الله العسير المتكرر يسر الله العسير نوعه جملة والجملة هنا نوعها فعلية قال الله تعالى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى المتكرر إن مع العسر يسرى ونوع الجملة هنا جملة اسمية نستنتج من المثال السابق أن التكرار قد يكون في الحرف أو في الضمير أو الاسم أو الفعل أو الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية والسؤال الآن عزيز الطالب ما سبب التكرار في الأمثلة السابقة؟ لابد أن يكون للتكرار سبب أراد المتحدث هنا تقوية المعنى الذي يتحدث عنه فأراد توكيده حتى لا يفهم السامع غير المقصود عند تكرار اللفظ بما يسمى هذا اللفظ المتكرر يسمى توكيدا أو المؤكد بينما ما أردنا تأكيده يسمى بارك الله فيك عزيز الطالب المؤكد لدينا مثال يؤكد ما قلناه أيضا ضع خطا عزيز الطالب تحت المؤكد وخطيني تحت المؤكد في المثال الآتي حضر حضر الطالب مبكرا فنضع الخط الأول تحت المؤكد وهو حضره ونضع خطين تحت المؤكد وهو حضره الثانية فنقول حضر حضر الطالب مبكرا فحضر الأولى كما قلت لك عزيز الطالب مؤكد وحضر الثانية هي المؤكد أو لها تسمية أخرى التوكيد هل نستطيع عزيز الطالب إعراب المؤكد والمؤكد في المثال الآتي لنرى معا كن صبورا صبورا على الأذى لا يستفزك الغضب كلمة صبور الأولى كانت خبر كان أو كن وطبيعة الحال بأن خبر كان يكون منصوبا فصبورا الأولى تكون خبر كن منصوبا وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره أما صبورا الثانية فهي توكيدا للأولى وبما أنها التوكيد والتوكيد من التوابع فلابد أن يتبع ما قبله في الإعراب فتكون أيضا منصوبة مثلها ومن ذلك نستنتج أن التوكيد تابع للمؤكد قبله يأخذ علامة إعرابه نفسها ويؤكد والتوكيد تابع مثل التوابع الأخرى التي سبق أن تعرفت عليها عزيزي الطالب وهي النعت والعطف والبدل الخلاصة فيما يخص النوع الأول من التوكيد وهو التوكيد اللفظي هو تابع من التوابع يأتي ليؤكد معنا سابقا له ويكون بتكرار الحرف أو الفعلي أو الإسمي أو الجملة إسمية كانت أو فعلية طبعا نسمي هذا النوع من التوكيد كما اتفقنا عزيزي الطالب بأنه التوكيد اللفظي الملك الملك لله عز وجل ولماذا سمي عزيزي الطالب التوكيد هنا توكيدا لفظيا؟ سمي بأنه توكيد اللفظي لأنه يكون بتكرار اللفظ ولكن هناك سؤال يطرح نفسه أَيَكُونُ التوكيد بِتِكْرَارِ اللفظ فقط؟ أم أن هناك نوعا آخر من التوكيد؟ بارك الله فيك عزيزي الطالب لأننا في مقدمة الحديث بينا لك بأن التوكيد نوعان هو توكيد اللفظي والآخر توكيد معنوي ومثال ذلك قولنا عزيزي الطالب حضر المتفوق نفسه حفلة تكريم نلحظ هنا عزيزي الطالب بأننا استخدمنا كلمة نفسه لنؤكد بأن الحضور كان للطالب المتفوق دون غيره من الطلاب ومن المثال السابق نستنتج أننا عندما نريد تأكيد كلمة ما فإننا لا نكرر لفظها فحسب بل نستخدم ألفاظا معينة لنؤكد بها هذه الكلمة الآن عزيزي الطالب نقرأ الأمثلة التالية ثم نحدد الكلمات التي تؤكد المعنى فيها المثال الأول وقف المتسابق نفسه في طابور المسابقة الكلمة التي أكدت المعنى هنا هي كلمة نفسه وفي المثال الثاني قال المتسابقان أنفسهما الحكام عادلون فالكلمة التي أكدت المعنى هنا هي كلمة أنفسهما أما المثال الثالث فهو رأيت المتسابقين أنفسهم يتنافسون في حماسة ونزاهة فالكلمة التي أكدت المعنى هي بارك الله فيك عزيزي الطالب هي كلمة أنفسهم أثنى الحاضرون على المتنافستين عينهما في المسابقة والكلمة التي أكدت هي عينهما المثال الخامس يقول ساهم المنظمون جميعهم في نجاح المسابقة جميعهم هي التي أكدت المعنى أيضا في المثال السادس قضى الحكمان كلاهما بحكمين لصالح الفائزين الكلمة التي أكدت كلاهما أما المثال السابع المسابقتان كلتا هما تحققان نجاحا شهد به الحاضرون الكلمة التي أكدت المعنى عزيزي الطالب هنا هي كلتا هما في الأمثلة السابقة عزيزي الطالب نجد أن الكلمات التي أكدت المعنى قبلها هي نفس، عين، كلا، كلتا، كل، وجميع وكل هذه الألفاظ هي الخاصة بالتوكيد المعنوي يسمى هذا النوع عزيزي الطالب توكيدا معنويا لأننا استخدمنا فيه ألفاظا خاصة تؤكد المعنى ولم نعتمد فيها على تكرار اللظ كالنوع الأول من أنواع التوكيد نصل عزيزي الطالب إلى أن التوكيد تابع لما قبله يفيد دفع الشك عنه وإثباط صحته أو شمول أجزاءه ويتبع المؤكد في الإعراب والعدد والنوع وهو نوعان النوع الأول من التوكيد ويسمى عزيزي الطالب توكيدا لفظيا يكون التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ نفسه وكما اتفقنا عزيزي الطالب بأن اللفظ إما أن يكون حرفا أو اسما أو فعلا أو جملة اسمية أو فعلية لنرى الأمثلة معا أقلعت أقلعت الطائرة فهنا التكرار في لفظ أقلعت وهو فعل أنت أنت الأقدر على تحمل المسؤولية التكرار هنا في الضمير أنت وفي قولنا فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى التكرار عزيزي الطالب في الجملة ونوع الجملة هنا جملة اسمية أشرقت الشمس أشرقت الشمس الجملة هنا جملة فعلية تم تكرارها لتأكيد المعنى كل هذه الأمثلة كانت تابعة لنوع الأول من أنواع التوكيد وهو التوكيد اللفظي أما التوكيد المعنوي فقلنا سابقا عزيزي الطالب بأنه يشتمل على مجموعة من الألفاظ التي نأتي بها تأكيدا للمعنى الألفاظ هي نفس وعين كلا وكلتا وكل وجميع لتعلم عزيزي الطالب بأنه لفظ نفس وعين ممكن أن نأتي بها في المفرد وفي حال المثنى وفي حال الجمع أيضا أما لفظتا كلا وكلتا فلا نأتي بهما إلا في حال المثنى وكل وجميع خاصتان بحالة الجمع أمثلة على ما نقول حينما نقول عزيزي الطالب حضر الوزير نفسه أو حضر الوزير عينه شاهدت الوزيرين كليهما أو شاهدت الوزيرين أنفسهما وفي المثال الثالث والأخير نقول سلمت على الوزراء كلهم أو سلمت على الوزراء جميعهم أو سلمت على الوزراء أنفسهم الفائدة عزيزي الطالب هنا الحظ الضمير الذي يقتنن بالتوكيد المعنوي ثم بين نوعه ركز معي عزيزي الطالب في هذه الفائدة لأنها ستوصلنا إلى قاعدة مهمة في التوكيد الأمثلة التي أمامنا هي جاء الطالب نفسه رأيت الطالبين أنفسهما أثنيت على الطلاب أنفسهم لاحظ معي عزيزي الطالب في كل مثال من هذه الأمثلة نجد ضمير وهذا الضمير هو ضمير الغائب ونلمح أيضا عزيزي الطالب بأنه لا أمه المؤكد سواء في نوعه أو في عدده فإذا كان مفردا أي أقصد إذا كان المؤكدة مفردا يكون التوكيد مفرد وإذا كان مثنى يكون ضمير التوكيد مثنى وإذا كان المؤكدة جمع يكون الضمير جمعا الخلاصة تقول كل ألفاظ التوكيد السابقة تحتوي على ضمير غائب يعود على المؤكد ويوافقه في العدد والنوع وهذا شرط أساسي من شروط كون هذه الألفاظ توكيدا فإن لم تجتمل هذه الألفاظ على ضمير من هذه الضمائر خرجت من دائرة التوكيد البتة وإليك عزيزي الطالب فائدة أخرى نستطيع أن نصل إلى هذه الفائدة حينما نلحظ الفرق بين كلمة جميع في المثالين الآتيين الأمثلة تقول حضر الطلاب جميعهم وحضر جميع الطلاب المطلوب منك عزيزي الطالب أن تعرف الفرق بين جميعهم في المثال الأول وجميع في المثال الثاني أحسنت عزيزي الطالب فجميع في المثال الأول جاءت للتوكيد فهي توكيد معنوي مرفوع على مترفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه يتبع المؤكد والمؤكد هنا مرفوع لأنه فاعل أما الهاء فهي ضمير بارز متصل مبني في محل جر في الإضافة والميم للجمع أما الجملة الثانية أو المثال الثاني حضر جميع الطلاب فجميع هنا لم تتصل بأي ضمير فخرجت من دائرة التوكيد وأصبحت تأخذ مكانا من الإعراب فنقول حضر جميع الطلاب فجميع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فتكون الإجابة عزيزي الطالب كالآتي جميعهم الأولى جاءت تؤكد حضور الطلاب من دون غياب أحد إذن فهي كما بينا لك عزيزي الطالب للتوكيد بدليل وجود الضمير هم في نهايتها ومن ثم تعرب جميع توكيدا معنويا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهي مضاف والضمير المتصل هو مضاف إليه وطبعا الميم للجمع أما جميع في المثال الثاني تعرب حسب موقعها لأنها ليست للتوكيد بدليل خلوها من الضمير ومن ثم إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهي مضاف والطلاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة الفائدة التالية هي الحظ الفرق في الإعراب بين كلمتين كلا في المثالين الآتيين المثالين هما حضر الطالبان كلاهما والمثال الآخر حضر كلا الطالبين فما الفرق؟ الفرق أن كلاهما الأولى هي التوكيد المعنوي أما كلا الثانية فلا توكيد فيها فتكون الإجابة عزيز الطالب كالآتي تعرب كلاهما أو كلا في المثال الأول توكيدا معنويا والسبب أحسنت عزيز الطالب اتصالها بالضمير ولأنها جاءت لتؤكد حضور الطالبين ومن ثم نقول إن كلا توكيدا معنويا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى فكلا وكلتا من الملحقات في المثنى وأنت تعرف عزيز الطالب بأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهي أيضا كلاهما نعود مرة أخرى إليها وهي مضاف والضمير هما ضمير مبني في محل جر بالإضافة أو في محل جر مضاف إليه بينما كلا الثانية تعرب فاعلا مرفوعا وعلامة رفعه الضم المقدرة لأن كلا وكلتا عزيز الطالب إذا لم تكونا للتوكيد فتعربان إعراب الاسم المقصور والاسم المقصور يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر أيضا بكسرة مقدرة لدينا تدريب عزيز الطالب يقول حدد التوكيد والمؤكد في كل جملة مما يلي مع ضبطهما المثال يقول المطلوب منك عزيز الطالب أن تحدد معي أين هو التوكيد وأين هو المؤكد أحسنت التوكيد في كلمة القمر الثانية والمؤكد هو كلمة القمر الأولى وهما كلاهما مرفوعتان الأولى رفعت لأنها مبتدأ والثانية رفعت لأنها توكيد والتوكيد تابع لما قبله في الإعراب والتوكيد هنا عزيز الطالب أحسنت توكيد لفظي لأنه جاء بتكراري اللفظ واللفظ هنا هو اسم التدريب الثاني يقول رأيت القمر نفسه بين السحاب أين التوكيد؟ التوكيد هو كلمة نفسه والمؤكد هو القمر فنلاحظ بأنه نفسه قد نصبت تبعا لإعراب المؤكد والمؤكد هنا عزيز الطالب منصوب لأنه مفعول به فالإجابة تكون التوكيد نفس والمؤكد هو القمر وكلمة القمر مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أما نفس فهي توكيد معنوي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف والضمير المتصل الهاء هو مضاف إلي ضمير بارز متصل مبني في محل جر بالإضافة فإن التوكيد هنا توكيد معنوي لأنه أتى بألفاظ تخص التوكيد المعنوي ولاتصاله بضمير يناسب المؤكد وإليك عزيزي الطالب تدريبا آخر التدريب هو طلب إعراب كلمة جميع في الجمل التالية كرمت المدرسة المتفوقين جميعا ما أعراب كلمة جميع هنا؟ أحسنت عزيزي الطالب هي حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة والجملة التالية هي كرمت المدرسة جميع المتفوقين ما أعراب جميع هنا؟ جميع هنا أحسنت مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أما المثال الثالث والأخير عزيزي الطالب هو كرمت المدرسة المتفوقين جميعهم جميعهم هنا بارك الله فيك أحسنت عزيزي الطالب هي التوكيد فهي توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طبعا عزيزي الطالب حكمت على جميعهم هنا بأنها توكيد لارتباطها بضمير يعود على المؤكد في النوع والعدد فبارك الله فيك مرة أخرى لدينا تدريب آخر أيضا المطلوب منك أن تضع في الفراغات ما يناسب نقول تميز الطبيبان كلاهما عن أحسنت الطبيبتين كلتيهما بارك الله فيك إذن تميز الطبيبان كلاهما لماذا كلاهما؟ لأن التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب وبما أن المؤكد مرفوع لأنه فاعل فكلاهما تعتبر توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا الألف؟ لأنه ملحق بالمثنى بينما عن الطبيبتين كلتيهما لماذا كلتيهما عزيزي الطالب؟ أحسنت لأن كلتيهما توكيد معنوي يتبع المؤكد والمؤكد هنا مجرور وعلامة جره ألياء لأنه مثنى فكذلك كلتيهما تكون مجرورة بالليا لأنها ملحق بالمثنى وإليك عزيزي الطالب التدريب الأخير في هذه الحلقة وهو يطلب منك اختيار التكملة الصحيحة لما هو آت رأيت الحق الحق واضحا فما هو إعراب كلمة الحق؟ صحيح أنها توكيد اللفظي لكن نريد منك أن تحدد التوكيد اللفظي هنا هل هو مرفوع أم منصوب أم مجرور أم مجزوم؟ أحسنت عزيزي الطالب الحق هنا توكيد لفظي منصوب لماذا لم نقل بأنه توكيد معنوي؟ لأنه جاء أحسنت عزيزي الطالب بتكراري اللفظي واللفظي هنا كان من الأسماء وإلى هنا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم والتي كنا نتحدث فيها عن التوكيد وبينا لك عزيزي الطالب بأن التوكيد هو تابع من التوابع التي تستخدم لدفع الشك وإثبات الخبر في قول قائله وبينا لك عزيزي الطالب بأن التوكيد نوعان توكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ واللفظ إما أن يكون حرفا أو اسما أو فعلا أو جملة اسمية كانت أو فعلية أما النوع الآخر من التوكيد فهو توكيد معنوي وله ألفاظه الخاصة والتي تم إضاحها لك في أثناء الشرح وهي نفس وعين وكلا وكلتا وجميع وكل وإلى هنا عزيزي الطالب نصل معك إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مع تمنياتنا لك بدوام النجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته